أكد أعضاء في مجلس النواب أن يوم غد سيشهد تقديم ثمان حقائب وزارية متبقية في حكومة عبد المهدي إلى البرلمان وذلك لغرض التصويت عليها دعينا في تصريح خاص لقناة الفلوجة كافة الأطراف السياسية للتعاون بتشكيل بقية الحكومة حسب المعلومات المتوفرة لدي أن غدا سوف تقدم ثمان حقائب وزارية ليكون الكلام إلى مجلس النواب العراقي فمن يمرره مجلس النواب سوف يمر ومن لا يمر لا يمر إن شاء الله وأنا متفائل بغض النظر عن التوافقات أو الرضا أو الزعل لأنه مصلحة العراق أسمى وأعلى من أي حالة معينة لأنه مصلحة البلدية فوق الميول والاتجاهات والمصالح العزبية والشخصية لا كافة الأطراف السياسية يعني أن تساعد في بقية أو في تشكيل بقية الحكومة المتبقية من الوزارة الحالية وأعتقد كافة الأطراف السياسية ستنظر قدما إلى أنه تتم الاتفاق على هذه الأسماء وأعتقد سيكون تمريرها إيجابيا إن شاء الله وسهلا وسلسا شكرا